هل ستعود بريطانيا إلى سابق مجدها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ سؤال تكرر طرحه في المملكة المتحدة كثيراً في ظل تعثر خروجها بسلام منه وعدم التوافق على برنامج واضح لخطة بريكست وثائق حكومية بريطانية مسربة حذرت من حدوث أزمة في الوقود والطعام بحال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في تشرين الأول القادم وجاء في الوثائق التي نشرتها صحيفة سندي تايمز أن هناك ثمت تكهنات بحدوث حالة من الفوضى في الموانئ وعودت الحواجز على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا الأمر الذي قد يؤجج احتجاجات ويتسبب في إغلاق الطرق حالة من الصدمة إذن قد تعيشها المملكة المتحدة لكن ذلك ليس أسوأ الاحتمالات حيث سيفقد آلاف المواطنين أعمالهم فضلا عن شح في الدواء وسوء في الرعاية الطبية في مقابل ذلك يصر الرئيس الحكومة الجديد بورز جونسون على خروج بلاده من الاتحاد في الوقت المحدد حتى دون اتفاق وهي نقطة يبدو أنها ستكرر سيناريو ما حصل مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا مي حيث دعا زعيم حزب العمال جيرمي كوربان نواب البرلمان للعمل على منع الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق وسحب الثقة من جونسون وتنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للوزراء والدعوة لانتخابات مبكرة وتتشين حملة لإجراء استفتاء جديد حول بريكست خطوات تبدو بسيطة وأكثر ديمقراطية بحسب كوربان لكنها تظهر كما يرى مراقبون مدى عمق المشكلات التي قامت عليها أفكار الانفصال الثمانية التي كانت تريد التخلص من عبء المهاجرين واللاجئين ونفوذا أكبر للمملكة المتحدة مع رفض غير منطقي لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وهي أسباب تبين مدى خطر صعود اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا على مواطني هذه البلدان قبل مهاجريها